أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند نبدأ مع بعض بحاجة كده مبشرة حاجة تساعدنا كده في بداية اليوم أول ما نصح ألاقي خبر مهم جدا ممنسبة لعبي منتخبنا الوطني وبالأخص لعبي النادي الأهلي هي مش في لعبة كرة القدم للأسف لكن بنتكلم عن لعبة تنس التاولة النهاردة الشيء المميز والشيء اللي احنا بنفتخر به إن عندنا لعبة وبنت لسه بتبدأ مشوارها الرياضي لكن عمنا إنجازات وأرقام قياسية عالية جدا بنتكلم على هانا جودة لعبة النادي الأهلي في تنس التاولة وأيضا كمان لعبة منتخبنا الوطني النهاردة كانت بتلعب مباراة مصرية خالصة مع دينا مشرف ولما أتكلم على دينا مشرف أحد العلامات البارزة في لعبة تنس التاولة النهاردة هانا جودة كذبت دينا مشرف 4-2 في نصف نهائي فرد السيدات لبطولة إفريقيا عشان تكتب تاريخ بالصعود للمباراة النهائية أيضا كمان مريم الهديبي دي لعبة النادي الأهلي فازت على يسر حلمي بنتيجة 4-2 في نصف النهائي عشان الساعة 6 النهاردة بعد الحلقة مباشرة هتلعب هانا جودة مع مريم الهديبي في نهائي مصري أهلاوي هو في النهاية الكذبان مصري لكن الفكرة بالنسبالي في إصرار وعزيمة بنت مصرية بتحاول تبقى مثال مشرف جدا للرياضة المصرية هانا جودة ولو بتتكلموا على إن المستوى ده وصلت له إزاي هي مش أداء فني ولا تركيز فقط لا كمان في تقويم وفي أخطاء كانت موجودة في السابق النادي الأهلي قدر يتعامل مع هانا جودة بشكل علمي ومنطقي وأدبي سليم جدا عشان تقدر تستفيد من أخطائها عشان تبدأ تكمل أو تفضل مكملة سلسلة الانتصارات وتكمل في الرياضة بشكل رائع جدا لأن الرياضة في النهاية قبل ما تكون فنيات هي أدب وأخلاق والتزام وده المهم جدا للنادي الأهلي بيحاول يتعامل فيه مع لاعبيه واللاعبات اللي موجودين في النادي الأهلي فبالتالي هانا جودة النهاردة موجودة في المباراة النهائية سعادتنا مش بالنهاية وصلت المباراة النهائية سعادتنا النهاية بتدينا أمل إن الفترة اللي جاية إن شاء الله هنشوف مستقبل في لعبة تنس الطاولة من لاعبات إن شاء الله بإذن الله هيتعلقن في الفترة القادمة وفي نفس الوقت كمان هنشوف الفترة الجاية بإذن الله كمان في لعبة تنس الطاولة يعني إنجازاتها طيبة لعله وعسى بإذن الله في دورة أولمبية جديدة نقدر نشوف أداء رائع في الفترة اللي جاية